خبر مهم النهاردة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضعفة مكافئات الأبطال الرياضيين وجه رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضعفة المكافئات والجوائز للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بفعاليات يوم تفوق جماعات مصر أن الجوائز المقدمة للأبطال الحاصلين على البطولات رقم لا يعبر عن تقدير الدولة لهم وأضاف أن الرقم مش متواضع أوي إحنا ما بنسبش أبداً أولادنا وأكد الرئيس أنه من المهم أن يعرف الناس أن الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب وحريص عليهم وخاصة أبطالنا الرياضيين حاجة بسيطة خلاص الرئيس عبد الفتاح السيسي وفه وكفه وخلاص حلو أن الدولة تبقى حطة عنها دايماً على أبطالنا وده شايفينه بصراحة ملموس يعني ملموس أوي خلال السنوات الماضية ملموس شوفنا الحمد لله تطور كبير جداً في مختلف الألعاب الرغضية وهقولك شهادة حق مني أنا شخصياً وجهة نظر يعني إحنا نعيش فترة عظيمة جداً فيما يخص التطور في الألعاب الأخرى بعيد عن كرة القدم عادة كان الاهتمام دايماً كله مننا جميعاً بيبقى بكرة القدم وكأن ما فيش ألعاب أخرى ولكن الدولة الآن تهتم بكل الألعاب الأخرى عشان كده نشوف أبطال في الكاراتيه نشوف أبطال في الجودو نشوف أبطال شوفنا بطلة مصرية بتوصل الأولمبياد في الملاكمة الأول مرة بنشوف أبطال في ألعاب جماعية زي الطايرة وفي البسكت دلوقتي كمان بينا نتطور جداً والسكواش طبعاً على مستوى الألعاب الفردية بشكل رائع جداً فالأمور ماشية الحمد لله بشكل حلو وحلو أن الدولة طول الوقت تبقى حطة عنها على أبطالنا وبتقدرهم التقدير اللي يستحقوه اللي يستحقوه عشان هم برضو بيقدموا لنا كتير والدولة أكيد بتقدم لهم كتير